لنقاش هذا الموضوع راحب بضيفي من لندن السيد علي الهندي رئيس وحدة الدراسات الافريقية في مركز تقدم السياسات من القاهرة السيد محمد عبدالواخد خبير الأمن القومي والشؤون الافريقية مساء الخير مرحبا بكما أبدأ من لندن معك سيد علي هل تأتي هذه المفاوضات والجولات الجديدة بغير ما جاءت عليه الجولات السابقة بسم الله الرحمن الرحيم استور أنه لا توجد هناك جديد حاليا بما يختص والمناخ العام للمفاوضات الجديد الموجود الآن في هذه المسألة هو أنه هناك توافق بعين حول إعادة صياغة أو إعادة النظر في الأمور الفنية هذا الأمر طبعا يأتي على الأقل من ناحية إيجاد رؤية جديدة أو إيجاد تصوّد جديد للقضايا الفنية العالقة التي فيما بعد قد تكون أساس لإقناع الجانب الأثيوبي أو لوصول التوافق بينها حول القواعد إما كانت قواعد رشادية أو قواعد الزامية هناك مشكلة كانت تواجه السد منذ البداية وهي أن القضايا الفنية أو الاتفاق على الجهات التي لديها مخولة أو تحظى بثقة الجميع في تقديم قضايا حول الأمور الفنية للسد هذه كانت مشكلة تجاوز هذه المشكلة من النحية الفنية قد يؤسس لمناخ جديد في التفاوض فيما يتعلق والثقة حول الرؤى الفنية التي ما بعد ستعطي الدول حتى الدول الوسيطة والدول الأقليمية وإن تدخلت آليات أو لنقل أدوات كروت أو أوراق ضغط على الأطراف لكي تقبل بها أساسا عن الهلم لكن في المناخ العام للمفاوضات لا زالت العوائق التي تحيط بهذه المسألة لا زالت موجودة حتى الآن وبحاجة إلى عملية سياسية جديدة تجبر هذه الدول على أن تتحرك ضمن أطر سياسية تكون لديها فائدة لجميع المشكلة هو أن الاتحاد الأفريقي حتى ودخوله في المفاوضات الجانب الأتيوبي لا يرى بأن الاتحاد الأرفيق قد يحمل أوراقا قد يلجأ إليها هو بحاجة إلى ضماناته بحاجة إلى راعدة ودولي أكثر قدرة على أن يتماهى مع مصالحه هذه هي النقطة الإسكالية وأسأل حول هذه النقطة المرتبطة بالوسطات وتعددها لكن قبل ذلك سيد محمد في القاهرة هل تحمل هذه الجولات الجديدة جديدا الحقيقة هي مشابهة جدا للاجتماعات التي تمت في نهاية أغسطس الماضي والتي أخفقت فيها وفشلت فيها كتنفس السياق ونفس الآلية وحتى فشلوا في إعداد المسودة النهائية ولكن أقدر أقول أن مفاوضات هذه المرة الحقيقة الأجواء فيها مختلفة وفيه هناك تغيرات أخرى قد تكون سياسية ولكن قد تكون مؤثرة بشكل كبير في عملية المفاوضات الجارية أهمها طبعا الانتخابات الأمريكية التي تدار خلال هذه الفترة الرئيس ترامب وقدرته تبنوا في فترة من الفترات دور الوساطة مع البنك الدولي ثم حدث إخفاق في عملية الوساطة الأمريكية الرئيس ترامب وقدرته خلال الشهرين الماضيين بيحاول أن يجمع نتائج السياسة الخارجية الأمريكية وأهم المكتسبات لتضيف رصيد إلى نقاطه في عملية التصويت الانتخابي وبالتالي خرج علينا منذ أسبوع أو عشرة أيام ليصرح تصريح مفاجئ وخطير خاص بسد النهضة به اتهامات إلى إسيوبيا وبه تهديد وتم فتحها للرأي العام العالمي بأن التعنت الإسيوبي هو سبب إرجاء المفاوضات حتى الآن وعدم الوصول إلى حلول ثم تطرق إلى التهديد بعملية ضرب السد من قبل مصر أن لها الحق في هذا أعتقد أن تصريح الرئيس ترامبا حرق المياه الجارية وجدنا مثلا على سبيل المثال اجتماع لوزراء خارجية ووزراء المياه للدول الثلاث في الخرطوب يوم 27 أكتوبر الماضي لبحث آلية جديدة لعملية المفاوضات وإحيائها مرة أخرى وإعداد مسودة لكافة النقاط الخلافية المتعلقة بعملية الملء أو عملية التشغيل وجدنا أيضا أن زيارات سريعة جدا لرئيس المجلس الأعلى العسكري السيد البرهان السوداني إلى القاهرة الأسبوع الماضي وأمس زيارة أخرى إلى السوبيا على رأس وفد رفيع المستوى بيضم رئيس المخابرات العامة السودانية ورئيس المخابرات العسكرية ووزير الخارجية لمنقشة هذا الموضوع نجد أول أمس أيضا اجتماع مصري سوداني على مستوى رؤساء الأركان لكلا الدولتين لبحث التعاون العسكري وتعزيز عملية هذا التعاون في مجالات عدة عسكرية أتخيل أن المناخ العام ده بيشكل أداء كبيرة في محاولة لإنجاح هذه المفاوضات حتى وطبعا ده قبل التصويت على الانتخابات الأمريكية حتى وإن تم إصدار بيانات مسكنة أو بيانات تشير أن هناك أمل أتخيل أن الإدارة الأمريكية حريصة كمان على إنجاح هذه المفاوضات أو صدور بيان يبين لي استئنافها وإنها ماشى في الاتجاه الصحيح سيد علي سأسألك عن هذه المناخات الإقليمية والدولية التي أشار إليها السيد محمد التي تحيط بهذه الجولة لكن قبل ذلك حين نسمع عن جلوس الأطراف الثلاثة لبحث أليات جديدة عن وضع مسودات جديدة عن إيجاد رؤية جديدة كما أشرت للجوانب الفنية وكأنه نحن أمام عودة للمربع الأول عودة لبداية كل هذا المسار ليس كذلك المشكلة هي أنه دائما مفاوضات سد النهضة كانت إشكالية هي القضايا الفنية القضايا السياسية بما يتعلق وموافقة الدول الثلاثة على وجود السد لم تكن مشكلة هذه المشكلة تجاوزتها منذ اتفاق على المبادئ عام 2015 ولكن المشكلة التي حصلت هو أن عدم الثقة بين الأطراف الثلاثة كانت المفاوضات تسير اثنين زايد واحد الطرف السوداني والأثيوبي كانوا يتماهوا في الوقت الذي كان فيه الجانب المصري بعيدا الآن بعد التغير الذي حدث سودان رأينا أن هذه المعادلة كانت تتغير ما بين الحين والأخرى بالتالي أتصور بأن وأيضا أضف إلى ذلك البيوت الخبرة الفنية في هولندا وفي فرنسا والتي كانت مفترض أن تقدم تقريرا عن الأمور الفنية للسد لم تتوفق في هذه الدول لم يتم هنا لتوافق المناخ السياسي عدم الثقة بين هذه الأطراف هو الذي لعب دورا كبيرا الآن أيضا أن الجانب السوداني وعدم مقدرة الجانب السوداني في أن تكون له رؤية أو تكون له طرح فني يستطيع نجمة هذه الدول أو ويكون مصدر ثقة لهذه الدول أيضا بدأ يشكل مشكلة العلاقة الجانب الأثيوبي مع السودان فيما يتعلق زيارة البرهان كل هذه تأتي ضمن سياقات أمنية أيضا المشكلة هو أن التنسيق بين هذه الدول على الأقل بين السودان وأثيوبيا والذي يرتبط معه بخطوط اقتصاد حيوية وشريان حيوي لكثير من الأثيوبيين والسودانيين في مناطق شرق السودان وأيضا خلافات في مناطق الفشقة كل هذه الأمور لم تدفع إلى أن يتمكن الجانب السوداني والأثيوبي من حال مشكلة المشاكل الأمنية بالعكس هذه البؤر التي تشتعل هنا وهناك أصبحت تشكل مصدر قلق للجانب الأثيوبي من أن يتم استغلالها في تقويض الأمن الأثيوبي خاصة وأن الموقع الجغرافي لسد النهض أيضا يسمح بذلك وبالتالي هذا المناخ المشحون من عدم الثقة يجعل العودة لنقطة التفاوض الفنية هو المخرج الوحيد للمفاوضات ماذا عن الوساطات سيد محمد سمعنا إشارات إثيوبية تقول بأن دور الاتحاد الإفريقي هو دور الميسر للتفاوض للوسيط إنعكاسات ذلك وهل من وساطة أخرى واضحة المعالم تكون ربما مقبولة لجميع الأطراف لسيما الطرف الإثيوبي الذي يبدو متخفضا الحقيقة منذ بدء الاتحاد الإفريقي بالتدخل وكان هناك شكوك حول نوايا الجانب أو الاتحاد الإفريقي لأن قراراته الحقيقة غير ملزمة لأي طرف في القرى الإفريقية وما عنده القدرة على أن يفرض قرار معين وبالتالي كان هناك تشكك ولكن مصر والسودان حرصت كل منهما على استكمال عملية التفاوض حتى النهاية لكن في حالة فشل الاتحاد الإفريقي أتخيل أن الأمور سوف تتغير سوف يتم تدويل القضية أكثر من ذلك القيادة المصرية حريصة على استكمال العملية التفاوضية إلى ما لا نهاية ولكن شريطة ألا يتعرض بقاءها أو أمنها المائي للخطر ألا يتعرض أمنها القومي إلى الخطر أتخيل أن في حالة فشل الاتحاد الإفريقي في اتخاذ إجراءات أو إنهاء هذه الأزمة أتخيل أن سوف يتم تدويل هذه القضية واستخدام أدوات أخرى تصعدية سياسية أو دبلوماسية أو خلافه لأن الخيار العسكري القيادة المصرية حريصة على عدم تناوله في تلك الفترة ولديها أمال كثيرة جدا في أن المفاوضات تصل إلى طريق مفتوح وأن يحصل منها نتائج إيجابية لكن سيدة محمد حين تتحدث عن سيناريو تدويل الوساطة هل نتحدث عن وساطة متعددة للأطراف؟ لأن أكثر من طرف يبدو ناشطا سواء الأمريكي أو الإتحاد الأوروبي كذلك المؤسسات النقدية الدولية بالتالي صيغة متعددة للأطراف تبدو هي الأكثر ترجيحا؟ أريد أن أقول حضرتك أن نتحدث بصراحة النقاط الخلافية كلها متعلقة بالجانب الإسيوبي يعني الحل في إيد الجانب الإسيوبي إسيوبيا لا تريد أن توقع على أي اتفاق ملزم يلزمها في عملية تشغيل أو ملء السد وذي بتشكل خطورة بيخاف منها الجانب المصري والجانب السوداني خاصة أن في عملية الملء أو عملية التشغيل حتى ما بعد الملء والتشغيل عملية احتجاز المياه في فترات الجفاف والجفاف الممتد هذه تشكل خطورة قصوى على دولتي المصب هي مصر والسودان إسيوبيا بطرفة تماما أنها توقع على أي التزامات قانونية بهذا الألشان ولذلك أنا أرى أن المفاوضات هتستمر إلى فترات طويلة حتى تفرد إسيوبيا الأمر الواقع ويأتي موعد الفيضان الثاني في يوليو القادم وتملأ المرحلة الثانية مع استمرار التفاوض لغرض التفاوض وليس لغرض إنهاء الأزمة شكرا وقت جولتنا لهذه الظاهرة انتهت تماما أشكرك جزيلا شكرا سيد محمد عبدالواخد خبير لمن القوم والشؤون الإفريقية ضيفنا من القاهرة من لندن رئيس وحدة الدراسات الإفريقية في مركز تقدم لسياسات السيد علي الهندي شكرا جزيلا لكم شكرا شكرا